السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم معايا فيديو جديد ووصفة جديدة وكنتمنى هاد الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير وكنقول لكم عطلة سعيدة للجميع فغادي نشارك معاكم وكما كتشوفوا معايا قريصات اللي كيجو خفاف وكيجو قطنيين كيجو رطبين بزاف وغادي نخلي لكم رابط القناة اللي خديت معندها الوصفة صراحة وصفة ناجحة بمقادير اللي مضبوطة واخد تكوني اول مرة غادي تحضرهم غادي نجحوا معاكم فبما انني يعني حاليا باقي مازمت واجدة عند الوالدة حضرناهم اللي قدت وقلت علاش الله ما نصورهم ونشاركهم معاكم باش حتنتوا يعني اللي ما كيصدقش لها القرص تجربهم لانه فعلا وصفة اللي يعني كتصدق يعني من التجربة الاولى غادي نجحوا معاكم فانتمنى الفيديو للإعجاب ديلكم تابعوا معايا الفيديو من الاول الاخير دياله باش تعارفوا معايا عن المكونات والطريقة التحضير ديال هاد الكريسات نسبة المكونات اللي غادي نحتاجوا غادي تاخدوا نفس الكاس وغادي تاخدوا به نفس العبار او المقياس عندي كاس ديال العصير ديال الليمون وعندي كاس ديال الحليب نيدو او الحليب مجفف عندي كاس ديال سكر سريدة عندي نصف كاس ديال الزيت نباتية وعندي هنايا ساشي ديال الفاني وعندي خمارة واحدة بالنسبة البيض هنايا عندي ثلاثة ديال البيضات عندي هنايا البيض البلدي انتم ايلا عندكم البيض العادي غادي تديروا جوج ديال البيضات عندي هنايا القشرة ديال البرتقال وعندي قبيصة ديال الملح وعندي هنايا معلقة كبيرة ديال خميرة حبيبات او خميرة ديال الخبز بالنسبة هنا يا عندي البطاطة اخديت هنا يا جوج ديال البطاطة سلقتهم من بعد ما سلقتهم درت ليهم تقريبا واحد جوج معلقة كبار ديال السكر سانيدة ومعستهم بالفرشيطة وهو مسخان باش دغييت مع سوليكم ويعني تلقوا ما يبقوش فيهم دوك الحبيبات هكا ديال البطاطة قد ندوذ اليو ومعلقة كبيرة ديال الخميرة ديال الخبز وقد نضيف اليو حج شوية ديال المدا فيه وقدي نقلها باش دل قد يلاق من بعد قد يندوذ اليو تحضير رامي للتحضير مباشرة وقدي ناخد الملكوا الفرد لخ نضيف كاس عصير الليمون و كاس الحليب المجفف نضيف كاس ساندة و نصف كاس زيت نباتية و قبيصة الملح و القشرة الليمون نضيف الخبز و الخميرة حبيبات و نضيف جوج البيضات و نضيف البيضات الثالثة والصفار نحتفظ به باش ندهن به هاد القريصات من بعد هنا تقدرون انتم تدروا غير جوج بيضات الى عندكم البيض العادي يكونوا في الحجم ديالهم كبير هنا يدر ثلاثة لين عندي هاد البيض البلدي عندي هنا وحدة كبيرة و جوج صغار فانتم ما تقدروا تكتب شو غير بجوج من بعد هنا كما شفتوا معايا غادي ندير الكل و غادي نديرو حتى يتخلط ليدك الخليط مزيان مزيان فالسر ديال هاد القريصات او القراشل باش يجوكو مرتبين السر هو في الخدمة ديالهم في اللوي حاولوا انكم كيما قلت لكم تديروهم في الخلاط الكهربائي و تحنوا هاد المكونات كاملين او لا تسعملوا غير الفوي و تطربوهم مزيان مزيان حتى نساجموا دوك المكونات و تبدل اللون ديال لبيض فانتي هاد يا كما شفتوا معي غادي نستمر على هاد الكيفية هادي حتى نخلط للمكونات كاملين زيان زيان فانيا كما شفتوا معي غادي نبدل الرموس ديال العجين و غادي نستعمل هاد because idy الى خاص بالعيجين و غادي نبدأ ندير الدقيق فانيا الدقيق ما عبرتوش معاكم لان دقيق يبقي على حسب النوع ايا كان دقيق لك يشرب و كان دقيق للك يشرب و كان دقيق للا فانيا في الاخير غادي تشوفوا معي القوام ديال العجين كيف خضائكم فبالنسبة للقرشلة او القرص دائما العجين ديانهم يعني يكون تقريبا بحال ديال شون يكون العجينة دياله رطبه باش ما كانت العجينة دياله رطبه باش ما كي يجيكم القرص ديالكم خفيف من الداخل ويجيكم ارتب وكيجي مقطني من الداخل يعني ما كيجيكم اش مدقص فهنا يا كما شفتوا معي غادي نستمر نبقى نزيد في الدقيق وانا كان عجن حتى نحصلو على هذا القاوم هاداكي فيما شفتوا معي تكون العجينة تقريبا كا تلصق بهذا الشيء فمن بعد ما اجنتك العجين كي مشتوا معايا غادي نحيدها وغادي نخليها تقريبا غير في هاد البول هادا ديال العجانة وغادي نديليها واحد شوية ديال الزيت باش غادي نجمعها من الجنب وغادي نغطيها وغادي نخليها حتى تخمر مزيان مزيان واضعف الحجم ديالها فبالنسبة للميزة تانية ديال هادا او باش ينجح معاكم هاد القرص يعني اعطيوه يعني حقو باش غادي يخمر باش مما كي خمر مزيان باش مما كي يجيكم القرص ديالكم ناجح وكي يجي خفيف من الداخل فهنا غادي نغطي وغادي نخليها تات خمر على خطرها واضعف الحجم ديال العجين ومن بعد غادي نكملو القرص ديالنا باش غادي ندوزو باش غادي نشكلوهم فمن بعد تقريبا هنا يا مداز تقريبا واحد ساعة ديال الوقت كيما شفتم معايا العجين ديالنا خمرات واضعف الحجم ديالها سوف نشكلهم على شكل القريصات هنا تقدروا حتى انكم هذه القريصات تنقصوا السكر وتديروا تقيبا غير دوك جمعة كبار دي السكر وتديروا واحد شوية دي الملح وتعمرهم يعني بحشوة اللي تكون مالحة او تقدروا حتى انكم تضيفوا اللي هم باش نسموهم نافع ولا حبة حلاوة او اي حاجة يعني عندكم انتم ممتوفرة باش نسموهم فهنا انا خليتهم غير هكا غدين زينهم غير شوية دي الجنجلان من الفوق كي ما شفتوا معايا غدين ديرهم قريصات اللي غدين كونو متوسطين فهنا يدهنت الطاوات اللي غدين دخل الفرن وغدين بجلن بدا نشكلهم بهات طريقة هادي طريقة يعني سهلة فبالنسبة لهاد القريصات هادو كيجيوزوين بذك البطاطا اللي درنا ليهم وحتى ذك الحاليب بودرة اللي درنا الحاليب بنيدو او الحاليب مجفف اللي دفنا ليهم تهو كي يزيد كي يعطيهم ذك رطوبة وكيجيو رطبين وكيجيو خفاف فهنا يا كي ماشتوا معايا من بعد مشكلتهم كاملين على شكل غريصات بهذا الشكل هذا غدين ناخد تقريبا عندنا يدك صفر ديال البيض اللي كنت خليت غدين ضيف عليه واحد شوية ديال لخل وشوية ديال قهوة سريعة دوابا وغدين دهنهم كاملين بهذا الشكل هادو كيجي من بعد غادين بدا ندير عليهم جنجلة من الفوق تخدروا انتم ما تخليهم غير هكا او تدلوا ليهم سليدة من الفوق او بودور الخشخاش او اي حاجة الحب السوداء اي حاجة بغيتوا تزينوا بها من بعد كتخليهم يرتاحوا تقريبا لمدة ديال عشرة ديال دقيق عاد كتكونوا تكونوا انتم وفاد لأثناء سخنتوا الفران ديالكم كتديرهم في الفران في الوسط وكتشعلوا ليهم التحت على حرارة اللي تكون متوسطة من بعد كتخليهم تكيبا لكم بدو كيتنفخوا وكيتضاعف الحجم ديالهم عاد كت شعلوا لهم الفوق باش يتحمروا ويكملوا تحمار ديالهم وانتم مشكلة نهائية ديالهم كيفاش كيجيوا كيجيوا ورطبين بزاف وخفاف كيجيوا ناجحين كانت مننا انكم تدخلوا كاملين للقناة ديال ماليكة للطبخ والحلويات من عندها من عندما اخذت هاد الوصفة وصفة ناجحة وان شاء الله فيديو الجاي غادي نشارك معكم البغرير حضرت حتى البغرير معندنيت نفس القناة ديال ماليكة للطبخ والحلويات غادي نخلي لكم الرابط ديال القناة ديالها صندوق الوصف او غادي تلقاوه في اول تعليق كنتمنى انكم تدخلوا عندها وتشجعوها لان المحتوى ديالها محتوى اللي زوين بزاف كتحط وصفات اللي ناجحة بمقادير مضبوطة كنشكركم دائما على كل دعم ما تنسونيش من لايك والبارتاج الى عجبكم الفيديو كنتمنى اللقاكم في فيديو قادم مع وصفات جديدة مع السلامة